اهلا بكم في مرايا لن ادعي انني ادرك تماما ما يجري في السودان اليوم ثمت اكثر من رواية وزاوية وبالتالي اكثر من مصلحة خلف هذه الروايات والمقاربات لكن اخر شيء ممكن الواحد ياخذ مسلمة هكذا بكل يقين كما يفعل بعض الصحفيين لتحولوا الى نشطاء اللي ما تدري ايش صفته الاولى هل هي الصحفي او الناشط الميداني بس ملاحظة على الهامش ما علينا اقول اخر شيء ممكن اصدقه بتسليم هو الهتاف للشارع وصوت الجماهير وارادة الامة وحلم الاجيال ونداء المستقبل ورغبة التاريخ وهدير الشارع كل هذا الكلام مع احترامي له الكلام الكبير لا يمكن لمسه باليد انا مش مني بحترمه بحترمه طبعا بس هذا الكلام لا يمكن فحصه لا يمكن لمسه باليد او قيده بالعد والحد مجرد سعارات كبيرة تخفي خلفها مصالح ناس او دول او جماعات او اشخاص ظاهرين او باطنين جمعيات وشخصيات ربما طموحة تحاول تستغل لحظة الاهتزاز والانتقال ودول طبعا السودان بلد عربي افريقي مسلم كبير هو كما يصفه عن صدق بعض المحللين بوابة العرب لافريقيا وهو الى ذلك صاحب ثروة ثروة زراعية بحرية مواقع استراتيجية على البحر الاحمر وهم من ذلك اهل السودان هم ثروة السودان الحقيقية هم اهل العلم اهل السودان اهل العلم والرقي والامانة والاخلاق ويشهد لهم بذلك اكثر الناس خاصة من جرب التعامل مع الانسان السوداني وانا منهم بعد فترة الاضطراب الاخيرة التي انتهت بخلع الرئيس العتيد صاحب الثلاثين عاما في حكم البلاد اللي هو احد ابناء جماعة الاخوان عمر البشير وان كان حاول لاحقا ان يشتغل لنفسه ودائرته الضيقة ويخفي انتمائه الفكري هذا لكن في النهاية هو سليل هذه الجماعة وابن ثقافتها وخيالها والاعبها السياسية على كل حال ما علينا هو الرجل رحل وبصراحة له وعليه مش كله سوء ومش كله حسن طبعا هذا المنطق بس ما علينا منه اليوم ما علينا من عمر البشير لانه صار في ذمة التاريخ التاريخ يحكم عليه اللي يهمنا هنا هو السودان اليوم منذ تولي الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير هذه المرحلة الصعبة في حياة السودان خلفا للجنرال المثير بن عوض اللي ما اخذ له 24 ساعة تبدو الصورة اوضح قليلا وثم تبصيص امل في هذه المرحلة امل ان يكون السودان بدأ فعلا بتلمس الوجهة الصحيحة وصولا الى كلمة سوا بين اهل السودان العسكري منهم والمدني بالنسبة للدول العربية الكبرى فان استقرار السودان صلاح حاله واهله وحكمه مصلحة كبرى لانه بصراحة ما عندنا ترف تحمل سقوط بلد عربي اخر في حضن الفوضى خاصة انه بلد جار يعني غير العاطفة الدينية والاجتماعية والقومية الاخرة في مصلحة حيوية انه جارك بلد ضخم يتعيث فيه الفوضى لا سمح الله لذلك سارعت الجارة الكبرى مصر والجارة الاعظم على الضفة الاخرى من البحر الاحمر السعودية ومعها طبعا دولة الامارات العربية والبحرين وغيرهم لتحية السودان ومؤازرته في هذه اللحظات الحارجة في مؤشر دعم لافت لاستقرار السودان اكدت السعودية والامارات على وقوفهما الى جانب الشعب السودانية مشددتين على اعطاء الاولوية للمصلحة الوطنية للبلاد وضمن خطة دعم الخرطوم لمواجهة سلسلة من التحديات اعلن العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز عن حزمة مساعدات تشمل منتجات بيترولية وقمح وادوية الامارات بدورها دعت السودانيين الى العمل من اجل حماية الشرعية وضمان الانتقال السلمي للسلطة اما الموقف البحريني جاء على لسان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعبر فيه عن تضامن بلاده ووقوفها الى جانب السودان مثمن الموقف الخرطوم الداعم للامن والاستقرار في المنطقة بدورها اكدت منظمة التعاون الاسلامي تأهيدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله ورحبت بكل ما اتخذ من قرارات واجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة اول مسؤول عربي التقى رئيس المجلس العسكري الجديد الانتقالي اللي هو عبد الفتاح البرهان البرهان هو وزير الخارجية البحريني وهذا كان انطباعه مملكة البحريني ستقف مع السودان قلبا وقالبا في كل موجب ونتطلع الى تطوير علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في كل مجال سفارة مملكة البحرين الان موجودة في الخرطوب وسيكون لها افتتاح رسمي ان شاء الله نتشرف في الحضور هنا في الخرطوب ما نعرف الرجل هذا كمتحدث طبعا لكن نحاول فكيف يفكر الرئيس البرهان وكيف يخطط لعبور التحديات الحالة والحالية على السودان نشكر اخواننا واشقانا في المملكة العربية السعودية وفي الامارات على مبادرتهم الطيبة اللي نحن بنعتبرها يمكن يعني بشارة وعودة للسودان لوضعه الطبيعي وعلاقته مع اخوانه وجيرانه نحن بنحييهم ونأكد انه وقفة لها تأثير كبير على وضعنا الان فلهم منا كل التحية ايضا فرصة طيب ان نشكر اخواننا في جمهورية مصر العربية واخواننا في اسيوبيا وجنوب السودان كل الدول الجوار وكل العالم لماذا تهتم الدول العربية الباحثة عن الاستقرار المحاربة للفوضى لماذا تهتم بالسودان خاصة الان التطورات الاخيرة في السودان الشقيق تتطلب حقيقة وقفة عربية واضحة لدعم طموح واحلام الشعب في السودان لذلك نجد ان التحرك السعودي الاماراتي السريع لتقديم مساعدة مالية قدرها ثلاث مليارات دولار لاستدباب الامن والاستقرار وكذلك لدعم الاقتصاد في السودان جاء في وقت مناسب وجاء تلبية حقيقة لنداء الواجب العربي والمسؤولية التي تحملها دائما المملكة العربية السعودية ودولة الامارات تجاه أشيقها من الدول العربية وهذه ليست أول مرة نجد فيها مثل هذا التحرك وبالتالي أنا أعتقد مسؤولية باقي الدول العربية كذلك في مثل هذا التوقيت أن تقف مع شعب السودان ومع إرادة الشعب السوداني في التغيير هذا الأمر الذي يتطلب ليس مواقف سياسية فقط وإنما الدعم بكل أشكاله ونعتقد اليوم وبسبب أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشباب السوداني والشعب السوداني للخروج هي العزمات الاقتصادية المتتالية في السودان وبالتالي وجود السيولة المطلوبة اليوم أمر مهم جدا وقد لاحظنا الحقيقة منذ الإعلان عن هذا القرار وتقديم هذه المساعدات كيف أن العملة السودانية ارتفعت وكيف أن ذلك كان له تأثير مباشر على وضع الشعب السوداني طبعا هذا كان تعليق رئيس تحرير جريدة الرؤية الإماراتية الزميل محمد الحمادي الإمرايا ويبقى القول بعد ذلك أن الطمع بالسودان من قبل رعاة الفوضى والخراب ومغذي جماعة الفتن الإخوانية والقاعدية وغيرهم هو طمع ظاهر وعمل واضح أعني قطر وتركيا وقبلهم إيران طبعا ونعرف قصص كل هؤلاء مع السودان منذ عقود اليوم اليوم عسى أن يكون السودان على موعد مع الأمل ولقاء مع النور وهو يستحق ذلك بعد عقود من الظلام قال الشاعر السوداني والسياسي البارز والأديب المرهف محمد أحمد المحجوب متغزلا بهذه الروح السودانية قال لم يبق منك سوى ذكرى تؤرقنا وغير دار هوا أصغط لنجوانا أكاد أسمع فيها همس واجفة من الرقيب تمنى طيب لقيانا الله أكبر هذا الحسن أعرفه ريان يضحك أعطافا وأجفانا أثار فييا شجونا كنت أكتمها عفا وأذكر واد النيل هيمانا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر